موسيقى أهلا بكم إلى هذا الموجز استقبل الرئيس والجزائري عبد المجيد تبون نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي مسلكون الذي يزور الجزائر أين تم بحث العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية ودولية وبحسب بيان لرئاسة الجمهورية استقبل الرئيس والجمهورية عبد المجيد تبون نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي مسلكوني رفقة رئيس الأركان العام للجيش الليبي الفريق أول محمد الحداد في إطار زيارة عمل للجزائر تدوم يومين قالت وسائل إعلام فرنسية نقلا عن الإليزيم سامس الثلاثاء إن الرئيس إيمانوال ماكرون يأسف للخلافات مع الجزائر وأكد أنه يحترم الأمة الجزائرية وتاريخها وقال أحد مستشاريه خلال مؤتمر صحفي الجمع الماضي خصصا للملف الليبي يأسف رئيسه الجمهورية للجدل وسوء الفهم الذي تسببت فيه التصريحات الواردة وإنه شديد وتعلق بتطور العلاقة بين فرنسا والجزائر وأكد الإليزي أن ماكرون يحترم الأمة الجزائرية ويريد للعلاقات التنائية أن تتطور لصالح الشعبين وصف رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتياء الوضع المالي للسلطة الوطنية الفلسطينية بأنه الأصعب منذ أعوام وأرجع السبب إلى عدم تجاوز ما وصل من مساعدات حتى نهاية العام 10% مما كان يصل عادة إلى الخزينة الأمر الذي رأى أنه سينعكس على المصاريف التشغيلية للسلطة وأفد رئيسه الوزراء الفلسطيني بأن المجلس يناقش هذا الأمر وأنه رغم أن الولايات المتحدة استأنفت بعض مساعدتها للأونروا إلى أن قوانين الكونغرس الأمريكي تمنع الإدارة الأمريكية من مساعدة السلطة بشكل مباشر أعلن شركة الجوية المغربية لثاء إطلاق خط جوي مباشر بين الدار البيضاء وتل أبيب جذلك بعد نحو عشرة أشهر من تطبيع العلاقات بين المغرب والكيان الصهيوني وستبدأ أولى الرحلات في الثاني عشر ديسمبر المقبل وستكون بوترة ثلاث رحلات أسبوعيا وقالت الشركة أن هذه الخطوة تأتي استجابة لتطلعات الجاليات المغربية في الكيان الصهيوني ولتمكين السياح والراغبين في السفر إلى المغرب أو إلى الأراضي المحتلة قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس إن الولايات المتحدة قلقة بسبب اجتماع بين وزيري خارجية الإمارات الشيخ عبدالله بن زايد والرئيس السوري بشار الأسد أمس الثلاثاء وحث دول المنطقة على التفكير ماليا في الفضائع التي ارتكبها الأسد ويشير الاجتماع إلى تحسن العلاقات بين السوريا وإحدى الدول العربية المتحالفة مع الولايات المتحدة التي أيدت في وقت سابق المعارضين المسلحين الذين حاولوا الإطاحة بالأسد وعلق أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات على زيارة وزير خارجية بلاده عبدالله بن زايد إلى دمشق مشيرا إلى أن الإمارات تواصل بناء الجسور ووصل منقطع أفادت الأمم المتحدة أمس الثلاثاء باعتقال ما لا يقل عن 16 من موظفيها المحليين في العاصمة الإتيوبية أديسة بابا وقال متحدث باسم الحكومة أنهم اعتقلوا لمشاركتهم في الإرهاب تبعا لحالة الطوارئ الجديدة مع تصاعد الحرب في الولاد وذكرت الأمم المتحدة أنه لم يتم تقديم أي تفسير لاحتجازهم لكن أبناء عرقية تيجراي من بينهم محامون أبلغوا عن اعتقالات واسعة النطاق في أديسة بابا أظهرت اليوم بيانات ريفينيتيف لتتبع السفني أن ناقلة نفط ترفع أعلم فيتنام التي قال مسؤولون أمريكيون أن إيران احتجزتها الشهر الماضي غادرت إيران ودخلت خليج عمان وقال مسؤول إيراني في بندر عباس لوكالة رويترز أن الناقلة غادرت إيران في وقت متأخر يوم الثلاثاء بعد تفريغ شحنتها النفطيح نهاية الموجز إلى اللقاء